زائدا 4 في سالب 2 ويساوي سالب 1 ليس سالب 1؟ لأن شحنة المركب هنا هي سالب 1 أو شحنة المركب بشكل عام فبالتالي سيطلع لقيمة الأمئن هنا سنعرف كي موجب 1 واثنية معناها موجب 2 زائدا CR2 مجهول ما أعرفه زائدا 7 درات في سالب 2 حيطلع لي CR2 بعد ما تجمعون حسابيا اللي هي هطلع لي موجب 12 أنا ما لدي ذرتي أنا لدي ذره وحدة نفس الحال أي عنصر خاف أطلع لكم ذرتين رازم ترجعوا ذره وحدة فيطلع الناتج هنا CR يساوي موجب 6 لأنه أنا قسمتها على 2 NA هنا نعرفه موجب 1 NA نعرفه موجب 1 زائدا الآية ما نعرفه زائدا 3 في سالب 2 ثانيا ما لذرة أكسجين وحدة بحال الجدول هذا غير محل مهمة بعدين سيطلع لي I واضح؟ هس رح نجي لموضوع أعداد التأكسد والاختزان نعرف التأكسد هو تغير كيميائي صاحب فقدان في الكترونات من ذرة أو مجموعة من الذرات ويؤدي هذا إلى زيادة في أعداد التأكسد دائما الألكترونات بالتأكسد يكون من جهة النواتج بحيث شحة المركب هنا صفر زاد صار 2 فقد جيد ألكترونيا الاختزان هي تغير كيميائي يتم فيه اكتصاب ألكترونات من ذرة أو مجموعة ذرات ويؤدي هذا إلى نقصان في أعداد التأكسد الألكترونات تكون بالمتفاعلات اللاحظ أنه هو قل تأكسد يعني قل تأكسد يعني زاد فبهذه الطريقة مثال صحة 158 يبيت كتاب مطيكم هالا المعادلة والسؤال يقول حدد الذرات التعاني التأكسد والتعاني اختزان فراح نجي اللاحظ أنه هذا ما مطنع لش هذا شحنته صفر لاحظناش به زاد زاد لو أنتبع السالب زاد لو قل لاحظ الصفر والسالب واحد هذا اختزل هذا قل لأن الصفر دائما أكبر من السوالب فهذه معناها قل اختزل معناها هذه رح تكون اختزال فراح نكتب معادلة الاختزال اللي هي شنو اللي هي سي أو تو هو نفسها صفر زين